ونقف هنا شوية بقى عند صورة مارس الكولر عشان هنا كلام كتير ومهم المهندس خاني المرتجي من شوية قال لك واحد من اعظم المدربين في العالم في رأيي المتواضع في رأيي المتواضع ان مارس الكولر ربما يكون اعظم مدرب اجنابي جه مصر هتقول لسبت ده فيه اسماء كتيرة مهمة جدا منهم على سبيل المثال وليس الحص منول جزء اللي بشوفه اعجاز العصر يعني من الناس اللي بشوف منول جزء ده اعجاز تمام بس ليه ممكن ادي مارس الكولر مرتبة انه يكون الاعظم في تاريخ كرة القدم المصرية في المدربين الاجانب ليه ايه اللي خليك تعمل كده يعني وفيه مدربين ممكن يكونوا عاملوا ارقام مستمرة اكبر من كده بكتير مارس الكولر على مستوى حاجتين مهمين جدا على مستوى الاداء الفردي للعبين الراجل بيشتغل بامتياز على مستوى الشكل الفني والتيكتيك الراجل بيشتغل بامتياز على مستوى الانجازات والبطولات افل اللعبة الموسم اللي فات والموسم ده فيه شوية لغبطة في الاول ورجع خد البرونزية وانا بقول لك الموسم ده مكمل بانجازات برضو طيب لو عملنا مقارنة بسيطة خد بالك اللي بيكلمك ده هو اكتر شخص في العالم مش في مصر متحيز جدا لمانويل جوزيه تمام عشان بس نتذكرش ان انا ايه بقلل من مانويل جوزيه لا لا ده راجل اختراع يعني راجل اختراع ما فيش زيه بس لو حطيت مارسل كولر بالجيل اللي معاه جيل محترم جدا اللي عمل انجازات تاريخية واستثنائية بالاسماء اللي كانت موجودة مع مانويل جوزيه فهتكتشف انه الراجل ده لازم يدي موجود اكبر اللي هو مارسل كولر لازم يدي تأثير اكبر لازم يكون شكل افكاره واضح ومؤسل في الفرقة مانويل جوزيه كان بيشتغل شغل عظيم ورائع بس في نفس الوقت كان معاه لعيبة كلهم صحرة صحرة بدون استثناء بقى انا ممكن اعدهم لك يعني مثلا مثلا مانويل جوزيه ده كان معاه واق الجمعة كان معاه عماد النحاس كان معاه عصام الحضري كان معاه عماد متعب كان معاه ابو تريكا كان معاه احمد حسن كان معاه محمد شوقي كان معاه حسن مصطفى كان معاه عماد متعب كان معاه فلافيو كان معاه بركات كان معاه اسلام الشاطر بتخير انا بقولك ده بعض من الاسماء اللي كانت مع مانويل جوزيه وعمل بيهم انجازات استثنائية تاريخية الراجل ده بقى لو مرس الكولات بيعمل نتائج استثنائية وبطولات رائعة وتاريخية ومعاه أسماء محترمة جدا هي الأفضل في جيلها تركز معاه هي الأفضل في جيلها بيش هيقارنها بالجيل اللي فات الجيل اللي فات اللي هو قلت أسماء دوت أكيد أفضل بس الأسماء اللي موجودة دي في الأهلي هي الأفضل في جيلها بس لا تقارن بالأسماء اللي كنا بنقولها مع كامل احترام ليهم هم لعبة عظيمة بس لا تقارن بالأسماء دي شكرا